أم أحمد من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص إذا هم بحسنة أو بمعروف أو بعمل صالح مثلا ثم ما استطاع أن يأتي به هل تكتب له حسنة أختي أم أحمد بارك الله فيك من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها وهذا من فضل الله عز وجل قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون فسيئة بحالها وحسنة بعشر أمثاله ومن فضل الله علينا وعلى الناس جميعا من أهل الإيمان أن من هم بحسنة وما عملها كتبت له حسنة كاملة ولله الحمد والمن كتبت له حسنة فأي شخص هم بحسنة يريد أن يعمل حسنة أمر بالمعروف نهي عن المنكر صدقة شيء لكن حالة بينه وبين العمل عذر حالة بينه وبين الإقدام على هذا العمل عذر فإنه تكتب له حسن وهذا يدلنا على فضل إصلاح النية وتبييت الطوية الطيبة الصال وتبييت النية الطيبة في القلب أن الإنسان يؤجر على هذا ولو لم يعمل فرب نية بلغت ما لا يبلغه عمل من الأعمال يعني بعض الناس قد يعمل عمل ويكون هذا العمل مردود عليه لماذا؟ لفساد نيته قد يعمل عمل النية ضعيفة فيقبل على قدر النية يقبل منه على قدر النية قد يعمل عمل ما يستحضر فيه النية فيذهب هباء من ثورة ورب شخص نوى بقلبي وما عمل يكتب الله عز وجل له أجر هذه النية فرب نية بلغت بصاحبي ما لم يبلغه العمل ولذلك الشريعة حثت المسلم دائما أن يحمل في صدره وفي قلبه نية الخير ونية العمل الصالح وأيضا أن يحمل النية في كف شره عن الناس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأن تكف شرك عن الناس صدق فلما يبيت الإنسان مثل هذه الأمر طبيعي جدا أنه سيعيش بسلام بارك الله فيك